السلام عليكم كيف الحال اليوم ان شاء الله رح نكمل ودرسنا بعنوان حقوق الارحم طبعا صلة الرحم مفهوم اساسي نص عليه الدين الاسلامي طبعا احنا بنقصد منه بشكل عام اللي هو عدم القطيعة عدم القطيعة بين مين عدم القطيعة بين الاقارب ونحث على زيارتهم وهذا الخلق العظيم حثنا عليه الاسلام حتى يكون عندنا مجتمع متراحم متعاطف بتسوده المحبة والالفة بتنظم العلاقات بين الناس طبعا على هذا الاساس فهون لماذا نظم الاسلام العلاقات بين الناس حتى يكون عندي بناء مجتمع متراحم متعاطف تسوده المحبة والاخوة والتضامن اللهم صلي على سيدنا محمد في عنا كثير من الأحاديث والآيات حثتنا على صلة الرحم لما إلها من رضى الله عز وجل وإلها كمان من أثر عظيم في تماسك المجتمع الإسلامي طيب من هم الأرحام الأرحام اللي هم كل من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومين بتصل بهم طيب يعني صلة الرحم حكينا عرفنا بأنه عدم القطيعة بين الأقارب والحث على زيارتهم رح نعرف الآن مع بعض حقوق الأرحام طبعا الإسلام أقر حقوق كثيرة للأقارب والأرحام طبعا من حقوقهم حسن معاملتهم والتأدب معهم طبعا وجب علينا أن نتأدب معهم كيف؟ طبعا بالكلام الليّن بالإحترام بإحترام الكبير بالعطف على الصغير والقول الحسن ورب العالمين خص الله تعالى الوالدين بمزيد من الصلة بمزيد من البر والإحسان لما ورد في الآية وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فهون الآية قدمت الإحسان والبر لمن؟ لِلْوَالِدَيْنِ اتنين تفقد أحوالهم وقضاء حاجتهم يعني أنا لازم أني أسأل عنهم دائما وأتفقد أحوالهم وأحاول قدر المستطاع أني أقضي حاجاتهم يعني كيف ممكن أنا أبادر في هذا الأمر؟ يعني أتصل بهم الزيارة الدائمة لهم فهون الحديث ذكرنا فقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها يعني مين الأولى؟ الأولى بنفسك إذا فضل فإن فضل شيء فلأهلك يعني بعد النفس إذا بقي معك شيء مثلا من الأكل والطعام فلمن؟ فلأهلك فإن؟ فضل عن أهلك شيء فلدي قرابتك مقصود بمعنى الحديث يعني الأقربون أولى بالمعروف يعني ابدأ بنفسك بعدا بأهلك بقرابتك لحتى حثنا على مين؟ اللي هي وهكذا يقول فبين يديك عن يمينك وعن شمالك فهذا بدل على أهمية صلة الأرحام ومساعدتهم ومساعدة أيضا المحتاجين يعني الأقربون أولى بالمعروف يعني بعد أهلك فإن بقي معك فللفقراء والمساكين في عنا أيضا العفو عن المسيء منهم وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة اللهم صلي على سيدنا محمد يعني أن نعفو عن المسيء ما نقطع الرحم يعني إذا تكلم مثلا بكلمة غير حسنة بغير حسنة أنا ما أقطع اللهم صلي على سيدنا محمد أنه أحرص كمان أنه أتواصل دائما مع الأرحام والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من القطيعة الأرحام ومن ذلك أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك نسفهم المل إشارة لأنهم يؤثمون بفعلهم وأنت تؤجر من الله على إحسانك إليهم بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الواصل فمدح مين الواصل هون اللهم صلي على سيدنا محمد يعني إذا أنت تكلمت معهم بكلام لين وهم بالمقابل أساءوا لإلك وقابلوا إحسانك بالسيئة هم رح يؤثموا أنت رح تأخذ الأجر من الله تعالى يعني رح يؤثمون وإنت أجرك على الله عز وجل وكمان دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان المسلم أن يزور أقاربه حتى لو قطعوا وامتنعوا عن زيارته وسمى هذا الشخص بالواصل فمن هو الواصل هو الذي يزور أقاربه حتى لو قطعوا وامتنعوا عن زيارته أما إذا كانوا لا يزوروهم إلا إذا زاروا فقد سماه المكافئ يعني من يزور أقاربه حتى لو قطعوا هون وامتنعوا عن زيارته فهو الواصل فرسول صلى الله عليه وسلم مدح الواصل وذم المكافئ اللي هو بمعنى يعني وحدي بوحدي يعني إذا وصلتني بوصلك قطعتني بقطعك فهذا خطأ بالإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم حبب وأرغب بالشريعة بالواصل وذم المكافئ اللي هو اللي بردأ يعني إذا اجسرتني بزورك حكيت معي بحكي معك فهذا ذمه الإسلام فسمي بالمكافئ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها فها هي حقوق الأرحام اللي وجبت علينا في الإسلام وعندنا أيضا كمان آثار الإحسان إلى الإرحام للإحسان للأرحام والأقارب إلى آثار كثيرة بيجتنيها كل من الفرد والمجتمع فرح نتعرف منها أنه رب العالمين رح يبارك في رزقه من يحسن إلى أرحامه وأقاربه ويبارك له في عمره بمعنى أن الله عز وجل رح يبارك لمن يصل الرحمه الرزق في الأموال وفي الأولاد فهون ذكرنا حديث والدليل من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه هون الحديث من باب الترغيب بمن أراد أن يبارك الله في رزقه وعمره فليصل رحمه ثنين سيادة الألفة والمحبة بين الأقارب أكيد شي طبيعي أنه زيارة الأقارب رح تسود الألفة والمحبة لما لها من تواصل وقربة فيما بينهم ثنين تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد المجتمع يعني أنه حتى الغني بيكفل الفقير من الأرحام ففي عنا تكافل اجتماعي بين أفراد المجتمع أربعة نيل رضا الله تعالى والفوض بجنته يعني أن يكون الهدف المبتغى أني أنال رضا الله تعالى يعني يكون هدفي في صلة الرحم أني أكسب رضا الله عز وجل وأحصل على الجنة ما يكون هدفي رياء أو يعني مثلا رياء أو يكون هدفي غير غاية أني أنا رضا الله تعالى يكون فقط هدفي رضا الله تعالى والفوض بجنته هيك بيكون معنا درس حقوق الأرحام وتعرفنا من هم الأرحام وحكينا عن آثار الإحسان إليهم وحكينا الفرق بين الواصل والمكافئ وحكينا أن الإسلام رسول الله تعالى مدح الواصل وذم المكافئ وهيك بنكون أنهينا درسنا ومعاكم حل أسئلة الدرس ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة